هذا عبارة عن فيديو إضافي للمقارنة بين التعريفات القديمة والحديثة لمفهوم الإسقاط ينص التعريف القديم لإسقاط المتجه X على الخط L على أن المتجه الذي ينتمي إلى الخط L بحيث أن المتجه X مطروحا منه إسقاط المتجه X على الخط L يتعامد على الخط L ولتمثيل ذلك التعريف بالرسم ينتج لنا ما يليه عند وجود الخط L بهذا الشكل ومتجه آخر X سنقوم بإيجاد إسقاط على الخط L سيكون الإسقاط المطلوب عبارة عن متجه ما ينتمي للخط L بحيث يكون الفرق بين المتجه X وذلك المتجه الناتج متعامدا على الخط L يشرح هذا التعريف القديم إيجاد الإسقاط على خط قد يكون هذا المتجه أي متجه ينتمي إلى الخط L ربما يقع المتجه هنا وعند إيجاد الفرق بين هذين المتجهين سيكون المتجه الناتج متعامدا على جميع أجزاء الخط L بهذا الشكل هذا هو المتجه الناتج عن الفرق ويساوي المتجه X مطروحا منه إسقاط المتجه X على الخط L وهذا المتجه باللون البنفسجي هو ما كنا نقوم بتعريفه ألا وهو إسقاط المتجه X على الخط L حسناً كيف يمكن كتابة هذا بطريقة مختلفة؟ كان باستطاعتنا كتابة نفس هذا التعريف بالطريقة التالية المتجه V الذي ينتمي إلى الخط L بحيث أن ناتج طرح المتجه V من المتجه X إسقاط الخط L يساوي المتجه W الذي يتعامد على جميع أجزاء الخط L يعني التعامد على الخط L حرفياً التعامد على كل متجه في الخط L لذلك قمت بإعادة كتابة التعريف بطريقة مختلفة قليلاً فبدلاً من الإبقاء عليك إسقاط المتجه X على الخط L افترضت وجود المتجه V في الخط L بحيث يكون ناتج طرح المتجه V من المتجه X يساوي متجهاً آخر W الذي يتعامد على جميع أجزاء الخط L أو يمكن كتابة تلك العبارة بهذا الشكل المتجه X يساوي المتجه V مضافاً إليه المتجه W لذلك يمكننا القول أن إسقاط المتجه X على الخط L هو المتجه الأوحد V في L بحيث يساوي المتجه X المتجه V مضافاً إليه المتجه W حيث المتجه W هو المتجه الأوحد في الفراغ الاتجاهي المقابل للخط L أليس كذلك؟ يجب أن يكون المتجه W متعامداً مع أجزاء الخط L وبالتالي يصبح عنصراً في الفراغ الاتجاهي المقابل للخط L يتماشى هذا التعريف مع تعريف الفضاء الجزئي الحديث ويمكن جعله شاملاً لفراغات العشوائية وليس فقط للخطو سأساعدكم على تصور ذلك دعنا نفترض أننا نتعامل مع المجموعة R3 ويوجد فضاء جزئي في المجموعة R3 ولنفترض أنه عبارة عن سطح مستوي سأستخدم سطح مستوي لتوضيحي أنه ليس بالضرورة استخدام مفهوم الإسقاط على الخطوط فقط ها هو الفضاء الجزئي V وسأسم الفراغ الاتجاهي المقابل له بهذا الشكل يبدو كهذا الشكل هنا فهو عبارة عن خط ثم يتقاطع الخط مع الفضاء الجزئي في تلك النقطة ويمر إلى الجهة الخلفية ويجب أن يكون التقاطع عند المتجه الصف فهو الموضع الوحيد الذي يتقاطع عنده الفضاء الجزئي والفراغ الاتجاهي المقابل له بعدها يمر الخط خلف الفضاء الجزئي بحيث تستطيع رؤيته مرة أخرى مع ذلك لن تستطيع رؤيته بعد ذلك لأن هذا السطح المستوي ممتد في جميع الاتجاهات لكن أعتقد أنك قد استوعبت الفكرة هذا الخط هو الفراغ الاتجاهي المقابل للمجموعة V لنفترض وجد متجه عشوائي آخر في المجموعة R3 يبدو بهذا الشكل ويسمى المتجه X ينص تعريف الحديث على أن إسقاط المتجه X على المجموعة V يساوي المتجه الأوحد V ها هو المتجه V وهذا هو فضاء الجزئي بحيث ينتمي هذا المتجه الأوحد إلى المجموعة V فضلا عن كون المتجه X يساوي المتجه V مضافا إليه المتجه W أي X يساوي V زائد W عندما يكون المتجه W العنصر الأوحد في الفراغ الاتجاهي المقابل للمجموعة V هذا هو التعريف الحديث إذا افترضنا أن المتجه X يساوي عنصر ما في المجموعة V مضافا إليه عنصر ما في الفراغ الاتجاهي المقابلة يمكن تمثيل ذلك هنا حسنا نفترض وجود هذا المتجه بالخط المتقاطع الذي يساوي هذا المتجه V كما ونقوم بإضافة هذا المتجه الآخر إلى الفراغ الاتجاهي المقابل وعند نقله سوف يصبح بهذا الشكل هذا المتجه هو المتجه V والمتجه الموجود في الأعلى الخارج من السطح المستوي بشكل متعامد عليه هو المتجه W وعند جمع المتجه V مع المتجه W ستحصل على هذا المتجه X وتستطيع رؤية أن المتجه V هو إسقاط المتجه X على الفضاء الجزئي V بالحرف الكبير ولزال التشبيه الذي استخدمناه سابقا قائما فعند تخيل مصدر للضوء مسلط على الفضاء الجزئي بشكل متعامد سيكون الإسقاط على الفضاء الجزئي عبارة عن ظل المتجه X آمل أن يساعد ذلك على تصور الإسقاط بشكل أفضل ولكن ما أقوم بفعله هو تعميم مفهوم الإسقاط حيث عرضت لكم في وقت سابق أن هذا سطح مستوي ولكن يمكننا تعميم ذلك على أي فضاء جزئي وهو المجموعة R3 ولكن يمكن التعميم على المجموعات Rn و R100 وهذا هو قوة ما نفعله هنا من السهل تمثيله هنا ولكن ليس من السهولة تصوره عند الوصول لإبعاد أعلى هناك شيء آخر سأوضح لكم أن هذا التعريف الحديث مطابق تماما لما طبقنا على الخطوط إنه يطابق قولنا أن إسقاط المتجه X على الفضاء الجزئي يساوي المتجه الأوحد الذي ينتمي إلى المجموعة V بحيث يكون ناتجة طرح إسقاط المتجه X على المجموعة V من المتجه X متعامدا على كل عنصر في المجموعة V وذلك لأنه بموجب هذه العبارة فإن أي متجه متعامد على أي عنصر في المجموعة V هو عنصر في الفراغ الاتجاهي المقابل للمجموعة V إذن يمكن كتابة العبارة كالآتي ناتج طرح إسقاط المتجه X على المجموعة V من المتجه X هو عنصر في الفراغ الاتجاهي المقابل للمجموعة V أو يمكن تسميته المتجه W عند تسمية هذا الجزء المتجه V أي الإسقاط وتسمية ناتج طرح إسقاط المتجه X على المجموعة V من المتجه X المتجه W ستحصل على هذا التعريف المتجه W يساوي المتجه X مطروحا منه المتجه V وبعد إضافة المتجه V إلى كلا الطرفين تصبح المعادلة ناتج جمع المتجه W والمتجه V يساوي المتجه X لقد قمنا بتعريف المتجه V